طب أنا بتكلم على مجموعة من المشاهد مجموعة دا أنا بتكلم على مشاهد متسلسلة غير منقطعة لو أنت عاوز تاخد من 7 أكتوبر لحد النهاردة 129 يوم بنتكلم تقريبا في 26 أو أكتر 26 ألف شهيد وبنتكلم على 8 ألف مفقود بنتكلم على عشرات الآلاف من الجرحة والعالم يقف ولاء النهاردة برضو بورل يقول على المجتمع الدولي أن يعيد التفكير في تقديم الأسلحة لإسرائيل إن أردتم اوقفوا تصدير الأسلحة لإسرائيل بالكامل بتصدروا سلح ليه طيب هل أمريكا معفية من اللي بتعملوا إسرائيل إطلاق غير معفية على الإطلاق بل بالعكس هي قد تسك الغفران وشدت على يدهم والتصريح الواضح من جوزيف بايدن كان بيقول في إيه بيقول بين يمينة تانيهو في المكالمة التليفونية لو أنت خدت قرار تضرب رفح ابقى خلي بالك على المدنيين ما قالوش ما تضربش ابقى بس خلي بالك على المدنيين يبقى خد المباركة خد الأوكيه السؤال هو مين اللي هيقدر يقف قدام هذا الوطن العظيم في حال تم استفزازه وتخطي حدود الحمراء ترجمة نانسي قنقر